في البرنامج ده كمان بنحافظ على ثوابتنا وبنسعى إليها بنحافظ على ثوابتنا فنحافظ على الأسرة وبنسعى كمان للعيش المشترك ونلمبذ الكراهية والتمييز وكمان نحافظ على الأرض ونعتبرها بالضبط نعم بتعبيرها عرض ونسعى إلى المواطن الفعال ونخليه مشارك للتنمية في التنمية ونحرص على القيم والأخلاق وما نفرطش فيها مهما حصل وكمان نحافظ على هذا التنوع اللي هو في الحقيقة نوع من أنواع متانة هذا المجتمع ونحافظ على سيادة هذه البلد وهذه الدولة ولا نسمح لأحد يتدخل في هذه السيادة وكمان نكون حرصين على أن نحن نحافظ على سيادة الدول الأخرى وكل في كل ده وإحنا حرصين على أن الإنسان يبقى إنسان للعالمين عايشين مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فنعيش بإنسان قادر على أن يكون إنساناً يتعامل مع كل المتغيرات مع كل الأحوال ويعيش في النور وفي البركة ما يعيش أبداً في الظلام اللي كانت بتنادي بيه الطائرات المتطرفة أو بيحاول بعض الناس أنه هم يخلصونا وكمان يبعدون عن ثوابتنا لكن إحنا نصلي متمسكين بالثوابت دي لأنه هي اللي عايشتنا وعرفتنا أنه ده جزء من هويتنا بالعكس السوابت دي هي أحد أهم الجزور اللي بتخلينا ضربين بجزورنا في الأرض عشان نعيش في رباط إلى يوم القيامة على وعد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم